تطرق المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا تطرق إلى التجارب السريرية الثالثة للقاح كوفيد-19 غير النشط والمدرجة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية وأكد أن هذه التجارب ستضع اسم البحرين في مصاف الدول المشاركة لإنهاء هذه الجائحة العالمية من أجل الإنسانية تأتي هذه التجارب في إطار الشراكة بين شركة China National Biotech Group وهي تابعة لأكبر شركات اللقاحات سينوفارم تعتبر نسمة فضل سعد دكتور وليد من أكبر سادس منتج للقاحات العالمية ومجموعة G42 للرعاية الصحية وهي أحد الشركات تابعة لمجموعة G42 والتي تتخذ مقر لها في أبوظبي طبعاً لكل عرف أنه بدأنا من أمس فتح أو المشاركة على المنصة الإلترونية لتطوع وطبعاً نحن ندعو أخواننا سواء كان المواطنين والمقومين على أرض هذه المملكة الحبيبة للمشاركة لمن يبلغ من العمر 18 عاماً ولم يصب له فيروس الكورونا مسبقاً طبعاً سيقوم الفريق الطبي بمتابعة المتقدمين من المتطوعين لترتيب حول آلية خضوعهم لعملية التقييم الصحية قبل الانضمام للتجارب السريرية وسوف يكون هناك متابعة لهذه المتطوعين على مدار الـ 12 شهر طبعاً أحب أن نوه مرة ثانية بأن طريقة تصنيع هذا اللقاح تعد من الطرق المستخدمة والمتعارف عليها عندنا مثال عليه لقاح الإنفلونزا مثلاً هو من أنواع اللقاح المعطل أو يحتوي على فيروس الخامل وهي من اللقاحات المعتمدة علمياً من منظمة الصحة العالمية في مجال إنتاج هذه النوعية من اللقاحات